في هذا الفيديو سوف أشارك معكم طريقة قانونية ورسمية من مايكروسوفت للحصول على باك الأوفيس 365 مع جميع البرامج الخاصة به من برنامج وورد وإكسل وباور بوانت إلى غير ذلك وكل هذه البرامج مفعلة بشكل رسمي من مايكروسوفت وبشكل مجاني في البداية سوف تتوجه إلى محرك البحث جوجل وسوف تقوم بالبحث عن مايكروسوفت ديفلوبر بعد ذلك سوف تقوم بالدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالديفلوبرز لمايكروسوفت ثم سوف تختار مايكروسوفت 365 ثم سوف تقوم بالإنضمام إلى مايكروسوفت 365 ديفلوبربر بروغرام عن طريق الضغط على هذا الخيار بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على join now ثم سوف يطلب منك هنا أن تقوم بإدخال حساب خاص بمايكروسوفت سوف أقوم بإدخال الحساب الخاص بي في حالة ما لم يكن لديك حساب مايكروسوفت فسوف تقوم بإنشاء واحد جديد وبعد أن تقوم بإدخال الحساب الخاص بك هنا سوف يطلب منك بعض المعلومات سوف تقوم بملأ كل هذه الخانات ثم سوف تقوم بالتأشير على هذا الخياران ثم Next هنا سوف تقوم بالضغط على Personal Project ثم Next وهنا سوف تقوم بالضغط على أي من هذه الخيارات بعد ذلك تضغط على Save هنا سوف نقوم باختيار هذا الخيار ونضغط على Next هنا سوف يطلب منك أن تقوم بإدخال بعض المعلومات الخاصة بك لإنشاء Email Developer وبعد ذلك سوف تحتفظ بهذا الإيميل الخاص بالDeveloper الذي قمت بإنشائه مع Password لأنه من خلال هذا الإيميل سوف تتمكن من إدخاله في برامج الأوفيس لكي يتم تفعيل هذه البرامج بشكل رسمي وعند الانتهاء سوف نضغط على التالي سوف تقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك وخلاص الآن قمنا بإنشاء حساب Developer على Microsoft الآن سوف تلاحظ في أعلى يمين الشاشة أنه سوف يعطيك خيار لتحميل البرامج الخاصة بالأوفيس سوف تقوم بالضغط على Install Apps ثم نختار Microsoft 365 Apps وبعد ذلك سوف يتم تحميل الباك الخاص بMicrosoft Office كل ما عليك الآن سوف تقوم بتثبيت هذا الباك وبعد الانتهاء سوف تلاحظ أنه تم تثبيت على البي سي الخاص بك جميع البرامج الخاصة بالأوفيس وعند الضغط على أي برنامج تريد العمل عليه سوف يطلب منك في البداية أن تقوم بتسجيل الدخول بحساب وبعد ذلك سوف تقوم بتسجيل الدخول من خلال حساب Developer الذي قمنا بإنشائه من موقع Microsoft Developers أنا قمت بإدخال الإيميل مسبقا على برامج الأوفيس وخلاص سوف تلاحظ أنه تم تفعيل البرامج الخاصة بالأوفيس بشكل رسمي وبمدة لا منتهية أي أنها سوف تستمر معك هذه البرامج بشكل دائم على الإيميل الخاص بك هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذا الفيديو إذا عجبك هذا الشرح فلا تنسى الضغط على الزر لايك إذا كنت غير المشارك فيمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بجديد الشروحات التي أقدمها كان معكم بلال من قناة بلال الراسكا وإلى اللقاء